السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله مساءكم بك الخير هذه أحكام مختصرة في صيام ست من شوال التي ورد في فضلها حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر أولا بيان معنا كان كصيام الدهر ورد تفسيره في رواية أخرى للحديث صيام شهر رمضان بعشرة أمتالها وصيام ست من شوال بشهرين فذلك صيام السنة قال بعض العلماء أن له أجر صيام سنة فرطا لا نفلا ثانيا من عليه قضاء أيام من رمضان فالأفضل والأولى أن يبدأ بالقضاء قبل صيام ستة أيام من شوال لكن إن صام ستة أيام من شوال قبل القضاء فإن صومه صحيح على قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية ويترتب على صومه الأجر المذكور في الحديث لأن قضاء رمضان واجب موسع إلى رمضان القادم بينما صيام ستة أيام من شوال مقيد بشهر شوال فقط ثالثا الأفضل مبادرة بصيام ستة أيام من شوال بعد العيد مباشرة إلا لشخص عنده ضيوف قصدوه أو أرحام زاروه فالأفضل أن يفضل معهم ويصوم بعد ذلك رابعا الأفضل التتابع في صيام ستة أيام من شوال ويجوز صيامها متفرقة كذلك يجوز صيامها في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره المهم أن تكون الأيام الستة في شوال ثامسا لا تتداخل نيتها صيام ستة أيام من شوال وصيام الأيام البيض لأن كل عمل منهما نفل معين يفتقر إلى نية معينة لذاته فتصوم ستة أيام من شوال بنية صيام ستة أيام من شوال وليس بنية صيام الأيام البيض سادسا يشترط لصحة صيام الأيام الستة تبييت النية من الليل لأنها عبادة معينة تفتقر إلى نية من الليل سابعا وأخيرا يجوز لمن صام أي يوم من الأيام الستة ثم بدأ له أثناء النهار أن يفطر فله أن يفطر ولا شيء عليه لأنه صوم نفل لا صوم فرد